نادي الازمالك. ايه اللي حصل بالزبط? مساء الفل يا دكتور ميتخلت. يا كابتن ازاي حضرتك. وحيشني يا حبيبي عامل ايه? الله يخليك الله خليك يا كبتكبات ان اه يعني دايما من متاعنا والله. ربنا يخليك بشكرك على الحلقة الجميلة. الحياة الناس كانت مستمتعة جدا بيا والله. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. ماذا حدث اليوم? والله يعني احنا كنا. بكواليسه. بكواليسه ما قبل. نعم. انا اقول لك المبداية بدأت. نعم. نعم. يعني في كابالة الراجل اعرب على ان هو عايز يرجع يلعب في نجل زمالك. وانا كلمت سيدة المستشار. سيدة المستشار ده ابن من ابنائك. ده قال لي ده زي احمد زي امير. مم. وقلت له انت رئيس نجل زمالك. فحقه عليه ان الراجل ده لو اه يعني عايز يمشي على الخط المقيمة احنا نرد نخطه على الخط المقيمة. تمام. وطبعا لا خلاف على موهد الشكبالة. مم. سواء اهلوية سواء زمالكوية. صحيح. صحيح. الحال كامل سيدة المستشور بيعني متفضلة من الراجل. اه استضافنا النهاردة. مم. في اه النادي كنت انا والاستاذ جمال العدل. الاستاذ عمر الجنين طبعا. مم. وكابتن شكبالة. مم. رحنا. وكان هناك. اول مرة شكبالة يدخل النادي من فترة طويلة مش كده. اه اول مرة اخش في النادي الحاجة الجمهور قابلوا بقى الاعضاء قابلوه ومم. مشاته هو. بنحطة. اه. مم حتى المنبير ما يبقى العيد يعني. تمام. اه. مم يعني دخلنا كان هناك سيد محافظ الجيدة. اه. كان يدخرج على الامشاءات. اه. وحاجة كده. وراجل كان متعيج جدا ومبسوط جدا. اه. وكل عضاء المجلس دار الهاجة كان سعاداء فينا. إلا كافتر احمد سلمان وانا مش مشكل رافض احنا ما نعرفشه يعني هو طبعا احنا يعني براجل علاقة بيننا علاقة صويسة جدا يعني دخل يعني شبه تأجاهان احنا حتى مكفبناش مهدان ايه تابتن مكفبناش اي حاجة يعني مكفبناش دي هو زعلان هاز علان مثلا ان احنا يعني طبعا انت تعلم تماما ان لانا فاضي ولا جمال العدل فاضي ولا عمر الجماني فاضي يعني اذا كنا بنعمل ده فحنا بنعمله ده مصلحة شكرا لعمل مصلحة نادي الزمالك شحية شحية فحنا رحنا الساعة اثنين واصدلنا عاديين الاستاذ المستشار مع طبعا مخافز خده وقرجه استاذ محمد راجل لطيف جدا وكان الحقيقة كان منباهر الحقيقة يعني وطبعا المستشار المرتضب يستغل على خطط طيبة في انه بيخذ نادي الزمالك ومش عارك عايز يعمل الاستاذ حاجات يعني شغل جوه نادي فالمهم يعني كابكنا احمد كليمان مشي واحنا فضلنا بقى بعد المستشار المحافز اه السابي النادي يعني الكابتن احمد سليمان تجاهل وجودك ووجودش كبال اه واحنا ما كناش تهمين ليه يعني احنا نادي اللحظة دي احنا مش تهمين ليه احنا مش هناخد عملات اه انت هتدفعه اه انت او عمر الجناني هتتعوره مديا يعني والله بص حالك على حاجة خلينا برضو نقول الحق الذي يقال من الساعة سيادة المستشار متظم السوركين نادي الحقيقة مطالب سؤالة مالين من رجولها لا يعني اصدي لو طلب منكم ش هتقولوا لا 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 طبعا من دا نادينا بس انا بقولك يعني ما حصلش يعني هتخصصوا ربع مثلا اعلانات المسلسل الجديد دا عمينا عمينا كل ما احنا عادنا السادة المستشار قالوا يا ابني انت ابني خلاص وانت جاي ان هذا الزمالك في عهد الجديد خلاص عهد الجديد دا بقول لا في دلع ولا في منظرة ولا في اي حاجة انت جاي تلعب وانت دي فرطبك الاخيرة كويس وانت هتاخد زيك زي كل اللي عادة يعني هتاخد على من اي حد وواتفر الفلوس اللي هنتفق عليها مع النادي البرتغالي هنعملها ازاي من عقدك او نخطمها ازاي من عقدك هذا موضوع يعني سابق لاوانه لكن اذا المبلغ الذي سيسدد الى النادي البرتغالي سيتحمله شكبالا من قيمة تعاقده زي اللي بيحصل مع محمد ابراهيم بالضبط تمام يعني ازاي ملك مش هيتمح حاجة اه هو بالضبط كده تمام ماشي 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 ممكن ازاي ملك يعمل مع عقد مثلا خمس سنين مثلا اه بالضبط اه يعني ما يقيل في بعض المواقع انه وقع عقد ثلاث سنوات ده غير صحيح لا 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 خالص موقع عائسي يا رجل قالك متخلصه الاول ولو متوقع تمام وده كلام منطقي منطقي جدا طبعا اه اه وبعدين قال له بصر بعد ان شاء الله بعد مصر والحقيقة شيكابالا اه اه يعني شيكابالا قال له انا لو هلعب في الزمان اكتبالاش هلعب تمام يعني الرجل قالك انا عايز العب في الزمان عايز العب اه اه الحقيقة ده سيادة مستشار اه اتفق اه على ان احنا بعد اه بعد مطس المغرب ان شاء الله اللي هيبقى هناك اه هيبعت اه بصمان ثاني زادة اه وامير اعتقد امير او احمد مرتضى اه اه ده مجمل ما حدث وامشينا على هزا الاداس وارينا الفتحة وكل حاجة يعني زي ما كنا انا تماننا يعني اخر عقد الشكابالا مع الزمالك كان قيمته ما يوازى ظن تسعة مليون جنيه او تمانية مليون جنيه سنوان ان لم تخني الذاكرة صح؟ اه بص الحاجة ما اخدش منهم حاجة ماش لا انا بتكلم ورقيا ورقيا انا بتكلم على الورق هل اتكلمته في قيمة تعاقد جديدة دكتور مدحب؟ لا هو بص انا معرفش اصلا لعيبة متعاقدة بكام لكن هو قال له ما معنى لو اعلى الاعيد بياخد عشرة عروش انت هتاخد العشرة عروش كويس اه يعني زي اعلى الاعيد انت حتى كويس طرم الوافق يعني لا فيه تمييز بالاكتر ولا فيه تمييز بالاقال ولكن خلينا نقول ان هذا العقدة هيبقى منقوسا خمسين في المية لان الشكبالة هيسدد اقصاد نادي سبورتنجلشبونة من قيمة تعاقده مع نات الزمال يعني مثلا سي انه تعاقد خمس سنوات مثلا كل سنة باتنين مليون جنيه هيبقى منهم خمسة مليون لي ومليون نادي سبورتنجلشبونة زي ما حصل مع حمد ابراهيم وبالتالي دي صفقة ربحة للجميع الزمالك لن يدفع شيء واللاعب يعود للملاعب مرة اخرى ونادي سبورتنجلشبونة يحصل على صح كده يا دكتور ولا انا بتكلم معاك ده كلام مزبوط 100% والحقيقة فات المتصار تعارفه هو صارم وواضح وكان واضح جدا وخلص الموضوع على رأيه وقالك ربحة الجلس طيب طيب هل شعرت انه كان زمان فيه مشاكل ما بين شيكبالة والمستشار المرتضى طالص اطلاقا على الاطلاق كده بخاف حضنه وقال له انت ابن من ابراك نادي الزمالك وانا مهمتي هنا ان انا حل مشكلة اي حد في نادي الزمالك كويس هل اه الكابتن احمد سليمان هو مشرفا على كرة القدم ولا مش مشرف يعني ما هو غضب او تجاهله اه ده ببرده بيدي اه يعني اه بالله اي معلومات التي قيلت اه بعد ما احنا مشينا ان انا مشيته ما عندوش فتا عن حاجة اه المعلومات ان سيد المستشار يعني يعني اعتقد ان هو نحايا عن حيث المستشار على الزورة اه والرجل يعني مندهش من البابلة اللي قابلنا بهيها وقال له يعني ما معنى ان دول ناس جايدين تموا النادي وشعزين حاجة اه وحكاز كده ودول في مكتبي يعني اه اه المستشار المستشار منصور في الحاجات دي بيبقى واضح وصريح وحد ما بيهصرش يعني طيب السؤال هل هذه الجالسة بعلم اه الادارة في الكرة كابتن اسماعيد يوسف والمدير الفني ميستر فريرة اه ارحب ارحب اسماعين يوسف اه جدا كما فيهمت من المستشار مرتضى وفريرة واللعايبة كلهم على فجرة كانوا مرتضى لا 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 هل حضر فريرة او حضر اسماعين يوسف لا لا محضرش لان الناس الاسكندرية عشان عندهم مطش بكرة هم موريدي سافر اه اه بلك لكن منصور دي المستشار ابلغهم ان المعاد ده مدى مشحزين اه يعني اه المستشار مرتضى ابلغ المدير الفني وابلغ مدير الكرة ان هناك جلسة اليوم مع اه شيكابالا وانه عدم وجود فريرة لو وجوده ف الأسكندرية عشان عندهم مطش بكرة ان شاء الله اه اه. وفريرة راح قدت بقى. بس هما هيسافروا هيسافروا الصبح يا دكتور. ومتشون بعد بكرة. متشون بكرة يا كابتن. زمالك بكرة يا شباب ولا بعد بكرة اولي. بكرة. بكرة. اه. يعني بس هما او سافروا اخر النهار. ايا كان لكنه هو قال انه اه يعني انو ااخد موافقة. اه. موافقة من فريرة عارفه في المطاق. وعارف ان دعيب كويس. اه. طبعا السمال ينشف يعني ده شي كابالا. واللعايبة تجلون كانوا فرحان. لان انا شايفة كابتل ان اه اه شيكابالا جنب اللعايبة اللي بتلعب في الزمانك دلوقتي اللي عندهم مهارات كتير يعني لعيبة كلها بتاعات كرب جادة. اه. اه. شيكابالا يلعب معدول خويس. طيب. كل الزماركيوات دلوقتي بيقولوا موقف شيكابالا السندي مسلا لو العادي ده تفعل دلوقتي يعني فلوس سبورتنج دفعت والاستغنى اه جات هل ممكن يلعب السندي ووضح للناس الدنيا شكلائي. انا انا اعتقد ان الموضوع كله حيبا في انتقالات الطائفية لكن انا يعني قانونية الاشياء. لا مفيش وما ينفعش السندي ما ينفعش. اه. لكن انا بسماغي ان هو في انتقالات الطائفية وده اللي تقال قدامنا يعني. يعني كل اللي تقال ده على السيزن الجديد على المسلم الجديد. ان شاء الله. ان شاء الله زي عشنا وكلم معهم. هل لديك اقوال اخرى دكتور مدهت? اه. كابت انا اولا بس بقولي للناس. اه. اللي بتطريبه عليك. الله حضوه دول ملايين طبعا. اه انت بتحبش كابالة. اه اه طبعا. اه اه جدا جدا. هو الرجل كان بيقوله النهاردة الحقيقة يعني. اه. وانت وقفت جنبه قوي في موضوع سفورتنج هنا. وبرضه انت وقفت جنبه في انه يرجع. لان حرام موهبة زي دي. احنا نتكارب منه حتى انا النهاردة. ام. حابلت ناس كده الهلوية وعارفين ما نراها. اهو الموهبة لاحقا. الموهبة ما حدش ما اختلف عليها اهلية زي مادينة. صحيح. 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 انا كلمتها مع حضرتك النهاردة وانتو فتريقكم للنادي برضو عشان نسي بعرفة. يعني بذكرك على زي الروح الجميلة اللي ما تبط بقى. لا والحقق اقول له. هققق لازم نشكر المستشار المرتضى الحق الراجل قام بدور كويس لابد ان ادي الحق الاصحابه تكر خيره بيحاول يعيد بناء النادي كله من اول والاخر يعني حقيقة لازم يكون امنا في هزا في هزا الطرح يا دكتور ماتحة بقى امانة يعني الله يخليك يا كابتن وده يعني منتظر منك ان انت تبقى راجل حقاني مدام الراجل بشتغل وهو الناس بتشتغل لازم نقف جنبهم وهو الحقيقة انا عايز اقول بجد 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 مستشار المرتضى منصور عمل طفرة غير مسبوقة في نفس الزمال على كفر المستوى دكتور ماتحة العدل بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح لكل مدارة اليوم في الجلسة بين السيد المستشار المرتضى منصور رئيس نزا مالك والكابتن محمود عبد الرازق الشهير بشكبالة في وجود استاذ جمال عدل دكتور ماتحة العدل وستاذ عمر الجناني زي ما قلت لكم انه اللي كان ممتعد او غاضب كان كابتن احمد سليمان اه كابتن احمد سليمان هو احمد عبد الرابع